رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة التي تلقاها من العاهل الأردني عبدالله الثاني ومن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارش لحضور فعاليات مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة وخلال استقباله بمقرر أسف مدينة رامالله السافيرين الأردني والمصري أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره الكبير لدور المهم والكبير الذي تلعبه الأردن ومصر لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدسة مؤكدا أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير ترجمة نانسي قنقر